قصة اليوم أعلم ومنين نقولها لك أنا كلا ستفرج كتدوي على بنت زوجات عن حب بوحد شاب ليس يقولون لي خيب ولكن متهور وغتفارق معه وغتعود كيفاش حصلاته من المقربين دياله كيخونها مهم قصة فهو بزاف غنضحكو كاملين ونستفدو وغنفهمو بلي بيت الزوجية ولا دارك أختي المستمع ما خاصكش تدخلي لهزايد لهذا الحناطير تاهم المستمعين وخاقد ما كنقرأ بليك السلام أخي إللا بيس الأمور هانيا أختي كل شيء بخير سأقول لك الخير راني دا بجيت المغرب كندور زايا مراكش مهم ليه في انستغرام راشا فوالبايد بالخليع دارك مع الناس مراكش معدي ما كان عارفهم الحمد لله كل شيء خرج بخير سميتي خادجة من مدينة ميدلت الشلحة تزاديت وسطها إلى الحمد لله لقد قلت لك محافظة فراه محافظة كنت وسط أخوتي مخلط ما بين البنات والدراري وكل شيء يحترم كل شيء بحكم عمل الواليد اللي هو تاجير تحولنا من مدينة ميدلت ودخلنا لنواحي الرباط هاكا قدرت نكمل قرايتي بسهولة حقا ترباط مشيت لها وحد النار ما زالنا نعود نرجع لكم الأب ديالي كان مكبرنا فائلتي كناش بعانين قانعين مخص نواله يعني أي واحد عنده اكتفاء ذاتي لا من الجانب المادي ولا من الجانب المعناوي ما مكبرناش في الجوع ولا حارمنا من شيء حاجة أخذ اللي بغيتي والوقت اللي بغيتي هذه الكلمة بعدها أي مغربة كيقولها فهمت؟ أخي يكون مسكين عايش تحت عتبات الفقر لكن الحمد لله كنا بخير وما خصنا والوالو واللي بخصنا يجيبنا في حياتي يا أخو يا هلال وهذه ملاحظة عن ناس سوس والاشلوح كل واحده كيقول لهم وانا ذاك اللي شفت من عائلتي والناس القراب دعاموا اللي كيتعملوا الرجال الشلوح مع عيالاتهم أرا ما كانش بحاله بدون مقارنة مع الباقي كيف اختي حقا شلوح وما ماشيش تواصل الخرين كل شي الحمد لله كيتعمل في عيالاته صحراء وعروبيا كله وباش شو ما كانت دهنوزة العود كيعيشهم مليكات ما خصهم تاخير تخيل الفلوس كتحت عند المرأة وهي اللي كتجمع الراجلها هي البنكة وهي الكونطابل وتهلوزين هذا تخيل كاللي دير لهم السالير لخواتاتهم حقهم في أرباح ديال التجارة وبهالطريقة كتلقى بقاوك يعتبر لخواتاتهم حقهم للأب توفا باشروا لهم برطمات اللي يبغى تقرأ بالراسة يفطوها والصراحة باش منكتبوش شلوح زمالت اللي بغيت يتعني وقيلانتي يا معقولين هذه بالصحة وقد تلقى واحد تفاهم بالأسر الأمازيغية زوينة ايوا سيدي انا في الدراسة ديالي عمرا يدرت شي علاقة وماكنش كان آمن بدكش يديلت صاحب والجرجير انت عارفة المراهقة عوجة عند دراري وفراغ يخصم فيني يدوزوه يقلبوا على شي بنتي يدوزو بهذا الوقت وهذا شي خلاني نتعمق في قرايتي كتر وكتر خديت نوقات مزياني اللي خلوني ندخل الأفضل جامعة في المغرب مشيتني تكملت قرايتي في الرباط وهنا كان حتيكاك مع الطبقة الراقية شيئا ما حتى أنا في الدراسة ديالي قرأت في مدراسة عمومية من البتدائي حتى البار كانت المعاشرة مع الطبقة الفقيرة شيئا ما والفقراء الصراحة قرأتهم زوينة كان ذاك الشغاب وذاك الشي مستيلي عكس المدارس اللي كيكونوا غالين بزاف عاشي جاي عقل عاشي فيهم المساوس من صغرهم قاوم ممدوزين شا تضحك كان فرق كبير حتى في القراية كانت تلقى الطبقة الفقيرة كيقراءوا بحل الجهاد اللي لا بس علهم كانت قراءات هوا فيهم اللي كيقراءوا لكن ما كيش ذاك قرأي لما قرأتش غادين بقواحها في شي حفرة وبزاف كتلقى أصلا عندهم مناصب موجودين قراءة ولا ما قرأش وليش الديبلوم ولا ما شدوش موهم كانت القراية مزيانة وكان معانا واحد دري نعطاه اسم يد ياسين أباه برلماني ومن عائلة بين اللي باس علاه غير هو كان داستر وباسل بزاف ولكن تصارته حلوة كان هو اللي كان يشط لينا المجمع في القراية وهو كان حادي دي ما البنات وملاقي معهم واحد المرة كان مصاحب معشي ربعدي للدريات مختال فيه والتافقوا عليه كاملين وكله معاقور شي كيخونه معاشي وجاو حزا ما حصلوه كل شي كيتفرج وانا كنشوف في ديك الشخصية اللي اعطاه الله وقاري فن لا مبالات مكالمي ومالو حشم مخرج عينيه بنات وقف وقال لهم شتين توما نجمعكم كاملين ونعصاركم ما تعطوش حتى الدفر من ديك البنت وهنا زيدو شي ربالية صغفاش داتني حشمت تزنكت الدنيا دارت بيه ما كراتش تجرنيت حاجة من تحت الارض ونتخشى كل شي كيشوف فييه تألف كيفاش كيكي تعارفوه لانا ياسين عمرو هز فيه عينيه ولبس لعليه وتخيلي لو كان يخسر الهضراء كان كيشوفني قلبكي يحترمني قلتك اللحظة نصافي قلبت ومشيت خلينا تعسلنا النهار دي القراية ومشيت عنده ومعصبة من الخارج اما انا من الداخل بيناتنا صلع لي اوض الحرام هورمون السعادة وقفت علي قلت لي وشتام رايد ولا هش الاخراء ديالك ويقول يا مالك التيتاني اش درتلك قلت لي قلت لي اختيره غير قارن تزبل مع العسل شو تلك الاخراء ديالك ويقول هذا الهضراء ووزاد قال ليه باش بناديم يعرف المقام دياله وانتي كنشوفوك في واحد الكلاس حسن اللي بنت زوينة درويشة داخلها سوقراسة وهذا الهضراء اللي كنقود بقبل تكرر الناس كيقولوه تمني ما كتكونيش ود الحرام اعطى الله واحد الاسلوب في الهضراء كي يخليك غير حيل فمك وما تقدرش تقمعه كيعرف يدوي سافي ديس تبقينا لها الحال كيتتقرب مني بغارد بغيج مع راسه ويقرأ ولينا اصدقاء وسترمزيانة لا اصدقاء بدت نراجع معه هو وخاككا ما كي بغيش يقرأ مدماغ وطيارة علاقة كانت زوينة وباش كان كي يعجبني كان كي يحتار مني كي مقتلكم وبزاف مرة واحدة كنا قلسين والسيد زعم وحطي الدف خاضي سيف تالي وغوت تالي نتمتو على النهار اللي تزاد فيه والله حتانات جرى وهرب مشال طونو بيلتو ولكن انا في الداخل ديالي عجبني او تاني الحال بالزاب واختيت تيرام رايدة سيدة بقدر يمشي معه وتقع يرجعلك وانتي كان عاجبك الحال وفي الخير بدو تقولوا الدراري ما كيفهموش شده دراق واحدة مشي تقلس في بلاستي وفرحانة شوية حاجة طريقة باش حطيت الدعلي قصيت بالرعشة من سبعية الصغير دي الرجلي وكانت اول مرة الشراج الغريبي قيسني خصوصا في مناطق حساسة رجعت فيه شوية دي الأنوطة وخيارة دي مكانت ولكن التربية والجو اللي تربيت فيه تان كي يمنعني شوية ومشي غير قضية حرام وحلال ولكن قضية احترام اللي اعطاني بابا والأم ديالي كي خليني احترامهم تفي غيابهم ما تقولي او الدرا غير حطي تضع لفخدك قدرت هذا الحالة غينقول لك بنقطة نقطة كي يعمر الواد السيدان صعي كتبت شي امتنة ما عندهم تعالقة بالسيطوياسيون اه قالزة وتفاعد درجة بلانتي سافي قلبت عليه ياسين بمرة عيني ما بقعتش تجي في عينه احتجي عندي واعتادر وباش ما نكدبش عليك دك تبرهيج ديالو نقص بزاف وتبدل السيد من مرحلة لمرحلة وكن ديما كي يقول لي انتي السباب في التحول وانا كنقول لي اللا را كنخ تصغي شوية توجيه وشي حدي تيق فيك وغاديت مشي مزيان قلت علاقة نص طحية وكني كنا نبرتاح حين ما بعضيتني بزاف لدرجة انا ما بقاش نهاري يدوز بلما نتحك مع ياسين ياسين كان شخص اللي صعيب تكرهه شخص كيعرف غير يضحك وطبيعي لتلقي تيبي وخما عارتش ما يكون عندك يضحكك يضحكك بأي طريقة شو الدلالة كنقول لكم ديما الدحكرة هو البلان دازت الوقت تخرجنا كل واحد شطرق بحكم انني ما نحتاجش نخدم حتى ما برزق الواليد را كل شي قد يعيش وحفادي يقع ولكن في التقافة ديالنا كل واحد كيبني راسه خدمت في شركة كبيرة في الرباط نيتش ومنصيب كبير وهو ما الاسماء اللي غنقول لك غير باش تعرفهم انت باشي باش يعرفهم الجمهور كامل ويصدقوا شاب ديني بسيدة خدموا شي بيك شي السياسين بحكم العلاقة ديال الاب ديالو تخدم مع الدولة في واحد المنصيب رجعنا كانت لقاوه وهنا عرض علي الزواج جبتوا لدارنا قدرنا كل شي في الحلال واستقرينا بوحدنا كانت الحياة زوينا لكن تبرهيج ديال السياسين غيخليه غلط معايا كنت ديما كنحصل نوامر بناتكي يصوني رغم اني ما كنقلبش ليه التليفون ولكن دكشي بعد مرتكي وصلت لقدامي كل مرة كيعطني سبا غتقول ليه وتحصلتي مباشرة انقول لك صبر شوية احنا جايين كانت عندي واحد البنت من عائلتي من الصغر ويه خارجة على دارهم وعيشة بوحدة وكما كنقوله خفيفة شوية ومعلينا ياقسته فيلم سينمائي وجبتها تعيش معايا في الدار على قبل مشاكل تراوليها وشرطت عليها ترجع تقرأ تكلفت لها بكل شي وديرها بحل بلصخ شي مقاربين كانت تعودوا اي حاجة لدرجة تشحويش ديال فراشي انا وراجلي كانت عارفاهم اه ايوه واش الدريات كنت تعودوا ما بين دريات كشركة رافف راشي ما فاكر راجلهم ماذا تلخرا هذا تادي اعبا تقوله في الكومنتر نوضح هذا الموضوع وكانت ديما ناصحاني باللي انا مصالح شلي يا ياسين تقول يا بعدي منو وما عرفت شنو عجبك فيه كي بلا بحلات شي من الحسن ويت تقطع من حدو جديد مهم السيب وركابي ديما حاصل ياما في قهوة ياما في شي بلاسة وكيدور والغريب وما تابعاش غنية ديالي كتجيبو حتى لعندي واحد النار كنت في الخدمة وكانت فيها الدورة الشهرية فما كنتش مركزة صعفة اضطريت انا نمشي للدار ما وصلت حد الباب كنسمع شي صوت في البيت ديال الناس ديالي شي ماشي وادة واقسم بالله بقى الكلمة اللولة كنسمعها بشوية حبيبي وكلمة زينة صحابنا غاسبها شي كلمة لك ولا شي خبار قاني بلا ما تقول لها قاف القصة زي ما كاش بالي لا 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 كندخلك لقى السيد والسيدة في وضع الصعيب نقوله وفوق فراش يا أخويا هيدال اللي درني في خاطري وانا كنكتب ليك هو السيد ما احترمش التبيت الزوجية وما احترمنيش وما احترمش الفراش ديالي اللي كن نعس فيه وانا مرتاحة كل ليلة قيت مصدومة صحت وصخفت ما في بلاسي بني فقت يلا كنحن في عيني مضبق كنشوف كالقهوة وقفة لي كيدربني بالماء والدم ما بقاش في وجوه اما السيدة ما كيناش هربات انا صافي مادرت احتردت فعل من غير قدلت اطلقني عيام ما يطلب ويرغب والو دارنا تومعي وما يسولوا فيه لماذا بغيت اطلق السياد وانا مبغيت نخرج للعب قلوه ما بقيت شباغة تفهمناش ما قلت لحتى واحد شنو المشكيل اللي وقع وهزيت طقه في قلبي وسكت اخويا هيلال الحب ديال المغاربة بحال طاكسي صغير قد ما طولتي فيه قد ما تخلص التامان غلاق واختراه الكتينة بدل امتيلا صيري يكتبي معاشي رابر ولاشي لعباء بينها في قديمة بشي جروبات ديال المحتاجيبات في فيسبوك وانا خلصت في صحتي ديال بالصح هو عيما يجيب دارهم ودار المستحيل ولكن بدون جدوى اعلام الدراري كتل قد بوخك يخون ورباق يباغيك بحال مرتوك كل شي رمان دا تعلاقة وينوضي يجري الدنيا بيش تسمحي لي ويردك ورغي ما كانش علي يدير التحاجة وكينوضي يديرها ويقولي فهد مشاكيل وقفت قدام القادي وسووا الني لاش بغت تلقيك اللي بغيت وصافي وسكت وهو يسوى الياسين هو يقولي انا غالط مع اسيد القادي واليوم انا قدامك وعارف راسي غنخسر الأم الثانية لي اللي كانت هزاني وردى لي البال كانت بيناتنا عشرة وحب وبقاك يبكي كدري الصغير ولكن اتشي محرك في اولو حتى بالصح تاني وانا واقفة بدك الشي اللي شفت القادي وفهمه قال لي باي ندر تلا شي حاجة اللي ما كدارش طلقته بديت نحاول نرجع لحياتي شوية بشوية اللي ما كانت سهلة والسياسين عنده في خلخال ديال دماغه اي حاجة كتتحرك بجوج رجلين صالحة للنكاح انا كنكتب لك دابة قصي واقسم بالله ما كنكرهه فيما كنت تفكر في عائلو كنخراب بالضحك دابة عزيز عليا والغالب الله غير ماشي ديال الزواج وشي حاجة ديال المعقول ديال بالصح وهاشي دابة نقول لك اشترى لديك البنت العائلة تزوجه هو وياها ويالله ضربات مع العامل الول حصلاته منع اسم هاقف بيت هاق كنت تجيز عمقالسه مع ابنته ومع امه بقتها صغيرة رات صلانة الشالات كنت ادريه خارجه مولداته قبل من 18 عام ودارت شوها وروينا لدرجة الخبار وصلتني انا رأى قلت لكم ذاك الموصيبة ديال ياسين خريق الله يحفظ المهم مؤخرا ما بقيتش كنسمع لي حتى خير وكنت منى لي يكون مزيان حت بسح هو قلبه بيد وحنين وهدي جاي من عنده احنين ديال تزوجت به وطلقاته وانتو ما عارفين علاش سيكون خارجه للبوندغاني دياله نشكرك الشاب بلاله على البرتاج ديالك معنا والبونش لاينز الليك تكتلقي وانتا بوقوس وبوقوس نتمنى تكون عجبتك ستوري سيبورتيو بلايك بارتاج كومنتيو ونفكركم بان اي واحد كيفكر في كندا ولا بغي يحضر لأي حاجة فارقين النمرة لتحت باش تقدر تاخد ابل معي غير هضروف ديك النمرة واتساب لكين في الديسكريبشن كنبوسك ونشوفك في الستوري الجاية